تقال من فتاة بتقول أنا عمري 16 سنة كنت أمارس العدد السري قبل 3 سنوات كنت أمارسها بإدخال الإصبع الأوسط بأكمله ببطء مرة واحدة ولم أشعر بأي ألم ولم ينزل دم وبعد أن عرفت عن غشاء البكرة تبت عنها والحمد لله وقررت يوما أن أفحص نفسي فرأيت أن المنطقة مغلقة ويوجد في الأسفل طي لحمية وردية وأسفل الطي توجد فتحة صغيرة لكن عندما أضغط على بطني تتسع الفتحة وما أريد معرفته هل يمكن أن ينفض غشاء البكرة بواسطة إدخال الإصبع الأوسط هل من الطبيعي توسع الفتحة عند الضغط على بطني هل ما رأيته يثبت بأنني عزراء يا عيني دي واخد الموضوع بشكل جامد جيد هي الحقيقة أنا أعتقد لأنها ما جابتش سيرة أنها نزل دم وبتقول أنه لم ينزل دم فأعتقد أنها لما كان بتدخل الإصبع الأوسط بتاعها كان بيدخل في فتحة الغشاء الموجودة بالفعل هي تسمح بمرور الإفرازات والدم الدورة والحاجات دي فلما بدخل الإصبع ما حصلش حاجة يعني فأنا بقول لها بس تطميني بس بطاية لعبي في نفسك لأنها واضحة أنها بتستكشف نفسها بشكل ممكن يكون مضر ليه فأنا عايزة تنسى خلص الموضوع ده وتتعامل مع المكان بشكل طبيعي وعادي جدا بدون من غير أفوار يعني في التعامل